كانت امرأة جميلة للغاية وكان من الصعب على الناس تصديق أن ما لمحها طبيعية وهذا ما أكدته صور الأشعة التي سيتم بيعها في المزاد العلني والتي أظهرت أن مارلين مونرو خضعت لعمليات تجميل هذه الصور الست أعطاها أحد جراحي التجميل إلى البائع في المزاد الجراح مايكل جوردن بدأ بتجميع المعلومات والملف الطبيل لمارلين في الخمسينيات عندما بدأت الممثلة تشكو من تشوه في ضقنها وبحسب الملف فأن مارلين زرعت ما يشبه غضروفا في ضقنها وهذا الغضروف تعرض للتآكل كما أنها خضعت لعمليات تجميل لأنفها لم يتأكد أحد من قبل من أنها خضعت لعمليات تجميل ولكن كان هناك بعض التساؤلات حول ذلك بسبب جمالها الناس اليوم لا يعرفون أن جراحة التجميلية كانت متاحة أيضا في الخمسينيات صور الأشعة تعود إلى شهرين قبل وفث ممثلة عام 1962 وكانت أوراقها الطبية مسجلة تحت اسم جين يومن ومن المتوقع أن أنفع هذه الصور والبيانات الطبية في مازاد في بيفرلي هيرز الأمريكية بقيمة تبلغ ما بين العشرين وثلاثين ألف دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر